متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقات جديدة نتابع فيها لقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان رئيس حركة نهضة رجل الغنوشي لقاء يعني مصالحة يعني تجاوز الأزمات الراهنة تجاوز القطيعة إذا كان بش يتم هذا اللقاء بش يكون أول لقاء وأول مصافحة بعد قطي عدمت عدة أشهر تقريبا منذ جنف الماضي جنف 2021 ما تقبلش رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية شنوه الوضع شنوه ردود الفعل في البلاد من هذي الأزمة من هذي المصالحة المزعومة وقتش هذا اللقاء شنوه تابعاته هذا اللي بش نتابعه في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا كان انتي أول مرة تسمع فيه ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع لنجرس بش تسيلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بيكم النسي كل مرحبا بتفاعلتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو من المبرمج أن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة رجل الغنوشي كان عنده اليوم في العشية حوار مع قناة حنبعل لماذا؟ هذا الحوار في قناة حنبعل معروفة قناة حنبعل بقربها إلى حركة النهضة وإلى رجل الغنوشي لو كانت تفكروا عديدة هي الحوارات اللي عملهم رجل الغنوشي في قناة حنبعل هو كيبعد شوي على قناة الزيتونة اللي عندها إشكالية مع الهيكا وتعتبر قناة غير قانونية شنو اللي تبقى؟ تبقى قناة حنبعل وأكيد هذا الحوار بيطلب من رجل الغنوشي خاصة بعد الأزمة السياسية واطلب رجل الغنوشي هذا الحوار بعد ما أعلن قيس سعيد على رغبته في العودة إلى دستور 59 وقت قرر الغنوشي أنه يرجع على رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذا الحوار شنو اللي صار وخلى شنو اللي صار وخلى شنو اللي صار وخلى شنو اللي صار وخلى الغنوشي يأجل هذا الحوار كما شفنا في الأخبار أنه قانت حنبال أعلنت عن تأجيل حوار مع رجل الغنوشي ورئيس حركة النهضة إلى موعد لاحق من غير ذكر الأسباب هذا الكل يجي على خلفية اللقاء اللي صار اليوم بين رجل الغنوشي رئيس حركة النهضة ومستشار السياسي السابق لطفي زيتون اللي هو استقال من هذه المهمة واستقال من حركة النهضة ككل ولكن لطفي زيتون كان البرح في لقاء مع قيس سعيد رئيس الجمهورية واليوم حمل رسالة إلى رئيس البرلمين رجل الغنوشي وتقابل معه بلغ حبطته حركات النهضة أعلنت فيه أنه رجل الغنوشي تقابل هو ولطفي زيتون بطلب من لطفي زيتون حبت توضع حركة النهضة ولطفي زيتون هو اللي تلبي معنى أنه قيس سعيد هو الذي طلب الوساطة يعني تلبي من لطفي زيتون أنه يلعب دور الوسيط بينه وبين حركة النهضة ورجل الغنوشي رئيس البرلمين بعد ما تخلى عليها نوردينة طبوبيا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اللي صارت مشاكل مؤخرا بين قيس سعيد والأمين العام للاتحاد وقال قيس سعيد في خطابه أنه يقابلوه لساعات طويلة ومن بعد يتضح أنهما زعام كان في المراوغة وفي الصفاقات وغيره وهذا الخطاب أغضب الاتحاد وفما قطع اليوم إذن قيس سعيد الجاء إلى وسيط آخر غير طبوبي اليوم هذا الوسيط هو لطفيزيتون خلال هذا اللقاء لدار بين الغنوشي ولطفيزيتون تم تطرق للوضع العام بالبلاد هذه الأوضاع الصعبة وجاء في البلايخ أنه حرصا من الأستاذ رجل الغنوشي على الوافئ لقناعته الثابتة أنه لا سبيل لحل مشكلات البلاد إلا عن طريق الحوار بحثا عن توفقات فقد رحب بترتيب اللقاء المقترح وسيلتقي الغنوشي رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ساعات إما أنه اللقاء يكون مبرمج اليوم إذا ما تمش اليوم بش يكون غضوة ولكن حسب التوقعات بش يكون هذا اللقاء مبرمج هذا اليوم وبش يتقابله في كسر لهذه القطيع مصادر مقربات تؤكد لقناة أسرار أنه هذا اللقاء كان باقتراح من ريضا لينين ريضا المكي المقرب من قيس سعيد صديقه صديقه اللي يظهر معه في الحملة الانتخابية وصديقه في الأفكار وغيره ريضا لينين ورطفي زيتون هما اللي اقترحوا هذا اللقاء واقترحوا أنه يلتقي رئيس الجمهورية برئيس البرلمان راشد الغنوشي هذي الكل بش يحكيه في إمكانية العودة إلى دستور 59 من عدمه هل تقبل حركة النهضة التخلي عن دستور 2014 طبعا لا ولكن بش يدور على كل حال هذا الحوار اللي لازم اليوم يكون فما حوار بين الرؤساء الثلاثة لتجوز الأزمات اللي البلاد قد تعيش في مشاكل أخرى وهما يتعاركوا على السلطة وعلى الدستور 59 ولا 2014 واربعة أشلوت فيزيتون زاد قاد مشاورات أخرى جانبا التقابل مع الغنوشي ثم بعد ذلك التقابل مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي بتبيعة الحالي جيه هذا اللقاء بعد لقاءه البيرح مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي هذا اللقاء حكيه على مبادرة الحوار الوطني اللي أكد فيه الطبوبي أنه الاتحاد عازم على مواصلة العمل على تقريب وجهة النظر بين مختلف الفرقة وأخراج البلاد من أزمتها في وفاء للتقاليد النظالية والرصيد الوطني للمنظمة الشغيلة اللي يسمح لها بالتعالي فوق الخلافات والمناكفات اليوم فما مؤشرات جدية لإنهاء القطيعة والصدام بين قارتاج والقصبة وباردو والقصبة قطيعة ديمت لعدة أشهر قطيعة أضرت بمؤسسات الدولة والوضع العام في البلاد ووضع التونسيين واليوم فما ثاني كبير برشة على لطفي زيتون خاصة من قيادات حركة النهضة وإذا كان يتمكن لطفي زيتون من إذابة الجليد بين قارتاج والقصبة وقارتاج وباردو فهذا يعني نقوله ما لاشنوا سبب الإشكالية بالضبط عليش بعد هالأشهر الكل والصدامة الكل والقطيعة الكل اليوم ولا عندهم رغبة في التحاور عليش هذا الحوار وهذه الرغبة في الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات ما كانش قبل أشهر وما وصلنش لهذا المرحلة وللقطيعة هذه وللوضع المتأزم في البلاد عليش نستنيه هذا الكل بشي سير باشن بعد نبحثه على توافقات إذن بهذه الخطوة كان من الممكن لو كانت وفرت الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية رهوا سعى إلى الجلوس مع الغنوشي مع رئيس الحكومة وسعى إلى مد يدولي الفرقاء السياسيين ويتعالى على المناكفات السياسية ويعقد هذه اللقاءات لتجاوز الأزمات الرهنة مش فقط لخطر اليوم عنده رغبة في الذهاب إلى دستور 59 اليوم لطفي زيتون وكأنه المنقذ في البلاد هو ليقود هذه المشاورات هو ليقوم بدور الوسطة وفم ثناء كبير كما قلت على لطفي زيتون ومجهود لحظة لدي قيادة النهضة نلقاو القيدي عبد الحميد جلاسي القيدي السابق في حركة النهضة يقول شكرا لكل من يبدو الجهدا من أجل تجنيب البلاد المجهول شكرا لكل العقل والوطنيين سيد الفرجاني القيدي في حركة النهضة والنائب عن حركة النهضة يقول لا تلعنوا الظلام بل أشكروا من يضيء شامعة فيه من أجل الوطن ومهما كانت النتائج المرتقبة ومن اجتهد وأصعب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد شكرا في هذه الفترة للمناظر الكبير لطفي زيتون على كل حال نترقب هذا اللقاء ونترقب الحوار والنتائج المتاع وأكيد رجل الغنوشي أجل الحوار اللي كان مرتقب أنه يوجه فيه انتقاداتي لرئيس الجمهورية أجله إلى ما بعد هذا اللقاء بيش يشوف شنو يحب رئيس الجمهورية شنو بيش يحكي وهل هناك توافق هل هناك اتفاقات هل تنازل رئيس الجمهورية على تصريحاته أسابق وليوم قبل الجلوس مع رجل الغنوشي اللي وجه له اتهامات سابقا في خصوص الحصانة البرلمانية اللي تكتب عليها في خصوص حماية الفاسدين واي 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 والاتهامات اللي تبعنهم الكل وقاس سعيد قال ما وش بش يقد مع الناس هذو ما اليوم بش يقد معه تحت أي مصالح تحت أي راية تحت أي عنوين هل بش نتابعوه في الحلقات القادمة